هذا الفيديو يصلح لجميع الأعمار بسم الله الرحمن الرحيم كل عام أنتم بخير مبارك عليكم الشهر وإن شاء الله صياما مقبولا صوموا وترصحوا إذا قدرنا نطبق هالمقولة بحذافيرة فعلا نكون أصحاء الإنسان يحتاج حق إيش العوامل الأساسية للصحة نحتاج حق الماء نحتاج حق شوية نشويات نحتاج حق البروتينات اللي هو على هيئة الحوم الأسماك الدواجن نحتاج الأجبان ونحتاج الخضروات ونحتاج إلى بعض الأمور الثانية اللي هو على أساس أنه نزيد شوية المعادن النادرة الداخل فإذا حنا أخذنا هالعوامل يعني الماء والنشويات النشويات على هيئة خضار مثل الخضروات وإذا أخذنا البروتينات على هيئة اللحوم والأسماك والدواجن وإذا أخذنا المعادن النادرة مثل النحاس الخارسين البوتاسيوم الكالسيوم هذي لبعد أيضا مهم جدا فبالتالي إحنا قدرنا نكون كل المواد الأساسية للمحافظة على الصحة داخل الجسم فخني نأخذ هالأمو ونحاول نطبقه في حياتنا خلال شهر الكريم خلال شهر رمضان أولا إحنا عند السحور بقدر الإمكان أنا أحاول أني أبعد النشويات ليش أبعد النشوات أنا ما بيستغل النشوات لارتفاع السكر داخل الجسم يمكن تقول والله أحتاج طاقة طاقة تقدر تأخذ من الدهون المختزنة داخل الجسم عندنا نقدر نأخذ الدهون ما عندي مشكلة أبدا وهذه هم من الأساسيات لأن الدهون ممفيدة جدا داخل حق الجسم وطبعا الخلايا الجسم الجدار الخلوي كلها من الدهون إلى آخره والدهون المهمة حق الكوليسترول الجيد ويساعد على أمور كثيرة وبالتالي نحتاج هالأمور أن نطبقها في برنامجنا في غذائنا فلما نأي أنا بالصحور مثلا وأنا بصوم وناوي حق الصيام أوكي ممكن أتناول خضروات على هيئة أنواع الخضروات على هيئة بقل جرجير رويد مش عارف إيش سبانخ إلى آخره كل أنواع الخضروات اللي أنتم ملمين فيه هذا في كل المواد الجيدة داخل الجسم بما فيها الفيتامينات كلها في هالخضروات أني ممكن نأخذ إذا مخصوم ممكن نأخذ لك كوب روب مثلا أيضا مع حبت زيتون أيضا إذا حبيت مثلا هذا بالنسبة بالإضافة إلى هذا ممكن تأخذ لك أي نوع من اللحوم أي سواء تحب قلي تحب شوي تحب إلى آخره ما تحب اللحم ممكن تأخذ ديائي أيضا بأنواع الديائي سواء ديائي يسون لك طباخ قلي أيضا أو شوي أو ششطاوق مثل ما يقولون إلى آخره ممكن تأخذ لك هذا أو تسون لك سلطة الديائي أيضا هذا ناس سواء يستعملون تضيف عليه كلمة لعقة زيتة زيتون اللحم أيضا الأجبار أنا ما أنصرح بالليل وقت الصحور بسبب ما أنه ممكن تحس بالعطش لأنه ملوح أكثر من لازم فممكن إذا الواحد يحب الأجبار ممكن يتناول عند الفطور ممكن بعد ما يتفطر يأخذ له مثلا جبن أنواع الأجبار هذا ممكن أنا قاعد أتكلم عن الصحور وبالتالي الأشياء اللي مفيدة كل ما تقدر اشرب لك سواء الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي فعلا من الماء كل شيء كل الخلايا بالجسم تسبح داخل هالماء فكل ما عطيت الجسم ماء كل ما خليت الخلايا تنعم وترتاح وتتنفس إلى آخر فكل هالأمور أنت تقدر تأخذ لك إذا تقول والله بأخذ لي فاقه ممكن تأخذ الفاقه الأيام بعد فراولة متوفرة كيوي مثلا حبة أو حبتين أيضا ما في خلا فإذا في هالأشياء اللي تاكلتها تشعر بالشبع أولا وبعدين عطيت طاقة مختزنة حق ثاني يوم اللي النهار طويل وما عندك شي تاكل هذا أهم شي بالنسبة حق الصحو لما نحق الفطور أنا دائما مثل ما قلت لكم إذا أقدر وباستطاعتي أقدر أني أنا أمتنعا أنه شوية اللي هو عبارة عن أنواع الدقيق الخبز المعجنات الفطاير البيزة هذي الكل لو أوخر عنهم حتى التشريبة تشريبة ممكن تأخذ لك ربع خبزة مثلا إذا حبيت وتخلي تأكل لك هذا ما في خلاف لكن أهم الشي كل ما أقدر أبعد عن هلنشوية أنا في وضعي أكون أحسن وصحتي تكون أفضل ومناسب جدا ممكن تبدأ أولا والله يقول والله أنا ببدأ بالتمرة سنة سنة أوكي تمرة واحدة ولا أكي خلاف عليه مثلا لكن كثرتهم ترى تشتهي تعكل ويشجعك على الأكل تمرة مثلا قبل الصلاة أوكي يعني مأذن تأخذك تمرة تصلي أولا تشعر بالراحة بعد أن تتكمل كرامك وتفطورك تبدأ تبي تحب تأخذ لك كوب روب ممكن لبن تبي تأخذ لك أخذ لك ما في خلاف عليه لكن الأمور الثانية تقدر تأكل عليقة البروتينات أو الصلطة أو إذا حبيت الأجبار مثلا هم ممكن جدا البيض مثلا يسون لك طريقة الأجبار بيض مثلا أوملد ما أوملد بيض أنواع البيض ممكن تتناول كل ما تقدر حاول تشرب السوائل الماء الماء سر الحياة اشرب ماء تشعر بالراحة عقب الفطور إذا أكلت بالطريقة المناسب لا تشعر بالخمول لأن أنت متابع صحتك وممكثر من الأكل الأكل اللي تأكله تشعر بالشبع بسرعة كبيرة جدا مو غير لما تأكل لك عيش أو تأكل لك أشياء ثانية نشويات تحس بالخدار وتحس ودك تناول على الصفرة بتطيح شنك ميدة دائخة ميتة فبالتالي حاول بقدر الإمكان أن أنت تأكل الأكل أن ما تشعر بالخمول والكسل عقب الفطور أيضا ممكن تأخذ لك فاكهة إذا حبي تأخذ لك فاكهة فاكهة مثلا على التفاحة صغيرون ما في خلاف في هالأمور لكن بقدر الإمكان أحاول أني أنمي شعوري حق الأكل بأن الأكل اللي أأكله كافي ترى ما في أي خلاف لأن أولا ما نبدل مجهود طول النهار بيني بينكم حتى لو المشي أو حركة إلى آخر هي ما رح تفقد أشياء كثير لكن الأمور اللي أخذت بالسحور مثل اللي قلت لكم عرفت وقخرت النشويات تشعر بالطاقة إذا عندك شوية زيادة بالشحوم أيضا تستغل الشحوم الموجودة داخل الجسم على البطن على الأرداف على الصدر إلى آخرين أيضا تذوب ومتاخذ طاقتك من الشحوم المختزنة أو المكتضة داخل الجسم هذا بالنسبة لإيش اسمه تقول لي والله بين الفطور بين الصحور فترة كبيرة جدا ممكن تستفيد منها حاول أيضا تبتأكل كل شي أخذك شوية فسطق مثلا أخذك شوية بيضان ما يخالف أخذك سبال شوية ما يخالف هالأمور أيضا هم تشعر مكاديمي على فكرة دهون جيدة جدا فهذي الأمور هذي أيضا هم تستانس هم تستلذ هم ترتاح تروح تأخذك إذا تقدر تشاي تأخذ بدون سكر أيضا أو تأخذ محل اصطناعي أيضا لا بأس فيه يعني تأخذك حبة أو حبتين لا بأس فيه المحل اصطناعي علي سبلندا علي علي ثانية وبالتالي إن شاء الله تشعر بالراحة طول هالوكن ونهاية رمضان تشعر أنك أنت شخص آخر قدر تضبط السكر كوليستروليك ضغط الدم ومور أخرى وتشعر شخص آخر جدا وتشعر بالراحة والطمعنينة وشكرا لكم شكرا 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 لكم